اشتركوا في القناة النمط الثاني بيحط لي كلمات بالشكل هذا وجمل تحت فاختار من الكلمات هذي واحطها بالفراغات مثل ما انتم عارفين طبعا ابلش بالسؤال المهم اللي هو القواعد طبعا مثل ما انتم عارفين اول سؤال رح يكون اختيار متعدد بالشكل هذا خلونا نشوف السؤال الاول he never ate raw food before he فراغ سوشي اذا ملاحظين اغلب الجمل ترى متكررة من امتحان السنة اللي طافت فاذا تابون ترجعون حق الامتحان ايضا ما للسنة اللي طافت ما في اي اشكالية خلونا نشوف السؤال الاول he never ate raw food before he فراغ سوشي احنا متعودين ان before الفعل اللي قابلها اللي هو 8 بالحالة هذي المفروض يكون مثل ما انتم عارفين had والتصريف الثالث هذا المفروض احنا عارفينه لانه عندي الkeyword before طبعا هذا خطأ بال يعني خطأ ولكن افرض ان اياني سؤال بالامتحان بالشكل هذا وحاطلي هني ماضي بسيط 8 طبعا اللي هي ماضي eat يعني الفعل اللي هني عندي انا بالماضي البسيط شنو اساوي بالحالة هذي اذا عكسلي اياها بالامتحان انتم عارفين حتى انا دايما اقول لكم اذا نسيت انا شنو الفعل اللي بعد الkeyword اشوف الفعل اللي موجود عندي اورادي فالفعل اللي موجود عندي اورادي بالماضي البسيط عدل ما احط لي اياها هاد و تصريف ثالث اذا انا بالحالة هذي شنو اسوي احط الهاد مع التصريف الثالث راح احطها هني طبعا هو المفروض يعني الكيورد يتغير المفروض الكيورد يكون after بالحالة هذي بس يا الله هذا خطأ بسيط ما يخالف بامتحان التجريبي عموما شنو تصير الاجابة عندي هل نقول has eaten لا طبعا لان الكيورد عندي before ما ياخذ present perfect هل اقول had eaten طبعا هذي هي الاجابة السليمة هل اقول is eating اكيد لا was eating اكيد لا طبعا انتو تكونون عارفين القاعدة وعارفين شنو اتي حقها وعلى اي زمن وشنو اللي يبعده وشنو اللي يقبله اللي بعدها I saw neither your parents فراغ your cousins at the party yesterday على طول انا عندي neither اكيد الاجابة بتصير معاها nor فاذا نقول I saw neither your parents nor your cousins طبعا اكيد الاجابات الثانية ما تركوا اللي بعدها مهمة وايد 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 ابيكم تركزون معاي لاحظوا هني the family have stayed in this old house for the last 50 years هل اقول just هل اقول since هل اقول yet هل اقول for طبعا اكيد دام انا عندي زمن بالشكل هذا فيا امني احط for يا امني احط since ما راح احط yet ولا راح احط just خلوني ابسط لكم المعلومة بشكل اكبر نكتب هنا علشان يكون واضح عندي احنا متعودين ان لو شفت نزوم شذي انتو متعودين ان احنا اذا شفنا 50 years شذي بالشكل هذا راح اقول for 50 years لان انا عندي مدة زمنية فمعنى الجملة يصير لمدة 50 سنة ولكن انتبهي على معلومة مهمة لو كانت عندي الجملة 50 years ago بالشكل هذا لو شفت كلمة ago بالحالة هذه راح اختار since فنقول since 50 years ago بس انا ما عندي شي هذا عندي the last 50 years اوكي مس كلمة the the last هذي هل اتغير هل انا اختار since the last 50 years بس لان انا ما عندي 50 years وبروحها بالشكل هذا لا طبعا ما اتغير فاجابتي بالحالة هذه راح تكون طبعا اكيد بما انه عندي the last 50 years اجابتي راح تكون for بالشكل هذا نشوف السؤال اللي بعدها the boy fell from the first floor but fortunately we forgot to rescue him انزين fortunately معناتها اللي حسن الحظ لحسن الحظ هذي مهم موايد لانهي اللي تغير عندي معنى الكلمة اذا ملاحظين هني اول شي قبل ما اشوف الاختيارات fell هني عندي فعل بالماضي اللي هي ماضي fall fall fell fell فخلونا نشوف الاختيارات هني عندي عندي اول شي managed to وبعدين عندي can weren't able to وبعدين عندي can't اول شي راح اسوي وانا مغمضة بما انه عندي الفعل هني بالماضي اللي هو fell راح اشيل can وcan't لان هذولا نستخدمهم احنا حق زمن المضارع ما نستخدمهم حق الماضي اذا ضليت انا على منو على weren't able to وعلى managed to انتو عارفين ان الاثنين to be able to و managed to اثنين هم استخدمهم اذا كان اذا سويت شي بعد صعوبة او بعد جهد وكذا راح استخدم able to او راح استخدم managed اثنين هم نفس الاستخدام لكن الفرق بينهم شنو بالحالة هذي الفرق بينهم هذي كلمة not weren't able to يعني لم نستطع اما managed to ما في هنا فيه فتصير شنو تصير بمعنى استطعنا فهل احنا استطعنا ان احنا ننقذى ولا ما استطعنا ان احنا ننقذى يبين شنو يبين من معنى الجملة هل احنا استطعنا ولا ما استطعنا هني بالنفي فشلون راح اعرف هني يقول لي fortunately قلنا معناتها اللي حسن الحظ فهل اقول اللي حسن الحظ ما قدرنا ننقذى ولا اللي حسن الحظ ان احنا انقذنا اكيد اللي حسن الحظ ان احنا انقذنا فالاجابة هني راح تصير managed to الجزئية اللي بعدها بالقواعد السؤال الثاني راح يكون عبارة عن جمل بالشكل هذا ويحط لي المطلوب بين القوسين علشان تذي الناس اللي تقول الحين ما يبطريقة التصحيح لا مو صحيح لانه ممكن نحط لك جملة وبين قوسين يقول correct the underlined word مثلا فلا تستبعدون طريقة التصحيح كل شي ممكن ايكم يعني صح طريقة التصحيح قبل قبل شمسنا الامتحان كان بس تصحيح الكلمات اللي تحتها خط اما الحين لا اشمل بالشكل هذا ان انت تسوي المطلوب منك بين القوسين فافترض ان بين القوسين قال لك صحح اللي تحتها خط اذا لا تستبعدون طريقة التصحيح نهائيا خلونا نشوف الجملة الاولى she was a good swimmer كانت سباحة ماهرة she didn't survive for one hour in the rough sea لم تستطع النجات في المياه يعني خلونا نقول الامواج القاسية يعني هذا قصدهم انها غرقت بمعنى اخر يبيني استخدم in spite of يبيني اربط الجملتين باستخدام in spite of وهذه بالذات لها حجي وايد بعد شوي رح اقولها لكم طبعا انتوا عارفين ان in spite of تي بمعنى على الرغم من على الرغم من ودائما نستخدم وراها هذه معلومة مهمة 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 دائما نستخدم noun اللي هو الاسم يكون وراها اسم او يكون عندي فعل بالing اللي من ضمنها كلمة being اذا تذكرون هذه طبعا مشروحة عندكم في فيديوهات المراجعة في اليوتيوب ومشروحة ايضا في علا انزين شلون رح يصير معنى الجمله رح اقول على الرغم من انها كانت سباحة ماهرة ولكن ما قدرت انها تعيش يعني او تنجو من الامواج القاسية يعني او الامواج القوية فشلون رح نبدي الجمله نقدر نبدي in spite of بالشكل هذا فنقول in spite of being a good suma هني اذا شفت هني اذا شفت الرب to be الرب to be اللي هما منه was where was where is am are اذا شفت هذولة اسهل شي ان انا احط كلمة being لان هذولة كلهم يعتبرون verb to be اذا اقدر احط being تمام فنقول in spite of being a good suma ونحط فاصلة هذي مهم موايد حطيت انا الجمله الاولى ما احط نقطة لا رح احط فاصلة وبعدين باج الجمله رح ينزل مثل ما اهو she didn't survive for one hour in the rough sea انزين هذي الحين طريقة مس افترضي انا ما عرفت الحين الجزئية هذي الاولى من الجملة ما عرفت ان انا احولها شذي being a good swimmer ومتخربطة شنو اسوي بالحالة هذي لاحظي الجملة عدل او نلاحظ الجملة عدل ويا بعض هذي عندي full sentence والدليل ان عندي نقطة هني عدل هذي عندي full sentence she was a good swimmer فاعل وفعل وتكملت الجملة بما انه هذي full sentence اقدر اسوي trick بسيطة شنو اللي اترك هذي مس اللي راح اسوي راح اقول in spite of بالشكل هذا الحين نزلتها وبعدين اكمل اقول the fact that نزيل مثل ليش دخلتي the fact that هني اذا ملاحظين ك in spite of نفسها نزلتها بالجملتين موجودين بالشكل هذا بدل ما اقول being قلت the fact that ليش؟ لاني ابي انزل الجملة هذي مثلها هي من دون ما اغيرها و احولها بالشكل هذا فتصير مثل ما انتو شايفين هني in spite of the fact that she was a good swimmer بالشكل هذا بعدين فاصلة وبعدين باجي الجملة ينزل مثل ما اهو اذا شنو اللي ترك اللي سويناها حطينا in spite of وبعدين the fact that علشان ما اغير شي بالجملتين نزلت الاولى فاصلة ونزلت الثانية اهم شي اني انتبه على معنى الجمل لان احيانا لازم ابلش بالجملة الثانية بعدين الاولى زي مسي شلوني عرف تعرف لانه in spite of معناتها على الرغم من فانت شوف معنى الجملتين هل اقول على الرغم من انها كانت سباحة ماهرة ولكنها غرقت ولا على الرغم من انها غرقت هي كانت سباحة ماهرة لا اكيد العكس رح ابلش بهالجملة فانت تشوف معنى الجملة بالبداية وبعدين تتصرف نشوف السؤال الثاني ويا بعض if you had got up early وبعدين يقول لي complete اني اكمل الجملة من عندي مو حاط لي اي فعل مو حاط لي ولا شي مخليها مفتوحة ويبني انا اكملها انلاحظ اني عندي قاعدة if واي حالة الحالة الثالثة كان عندي هاد والتصريف الثالث معناته بالطرف الثاني من الجملة الشنو بحط بحط would have مع التصريف الثالث فنقدر نقول مثلا if you had got up early فاصلة اذا ملاحظ انها وحاط لي اياها فما انساها اقول مثلا you would have اهم شي كا نزلت would have الحين بفعل بالتصريف الثالث فخلو اني نقول لو كنت قاعدة مبتشر كان وصلت مبتشر مثلا so you would have arrived early مثلا كملت الجملة بالشكل هذا اهم شي انه انا عندي هاد والتصريف الثالث الطرف الثاني لازم would have والتصريف الثالث نشوف اللي بعده he speaks English fluently after living in England وحاط لي question mark add a question tag question tag طبعا اهم شي انتو لازم تسوونا ان انتو تطلعون الفعل المساعد من الجملة الفعل المساعد غالبا يكون هني مكانه يعني بعد الفاعل هذا انا عندي الفاعل صح غالبا يكون هني بالنص عندي الفعل المساعد is, are, was, had اي ان كان بالحالة هذه انا ما عندي الفعل المساعد فشنو اسوي اشوف الفعل الاساسي اللي هو speaks speaks شنو عندي بنهايته عندي نهايته اس بما انه نهايته اس رح اطلع منه شنو رح اطلع منه does بالشكل هذا وطبعا لانها question tag فأكيد رح احط not فتصير doesn't وبعدين نحط الفاعل فنقول he so he speaks English fluently after living in England doesn't he بالشكل هذا شوف السؤال اللي بعده وايد وايد حلو our football team played well yesterday hardly extremely ويابيني استخدمها put the intensifier intensifier يعني extremely هذي مشروحة طبعا عندكم في علا ومشروحة ايضا في اليوتيوب put the intensifier in the correct place طبعا الانتنسفير يعني شي يقوي الصفة عندي لازم احطه وين احطه قبل الصفة فوين يكون مكانه يكون قبل الصفة عندي واحيانا قبل الحال الصفة او الحال يعني فالمهم شنو رح يصير هني بالجملة هذي رح ادور الصفة انا بالجملة عندي وين الصفة مثل ما انتم لاحظين our football لا team لا played هذا فعل well كا اذا هذي عندي شنو هذي عندي بالحالة مو صفة عندي حال اللي هو adverb بالحالة هذي مو مهم هل هو adverb ولا adjective المهم انه قبلهم رح احط منو رح احط كلمة extremely اللي هي الانتنسفير فشنو تصير الجملة our football team played extremely well yesterday فمثل ما انتم لاحظين شنو سويت حطيت extremely قبل كلمة well كا هي اهم شي عندي بهالنمط من الاسئلة يعني اني ادور الصفة او الحال وين هم كا هذي عندي الحال فاحط الانتنسفير احطها قبلها فتصير extremely well وما غيرت ولا شي بالجملة language function وعندنا ايضا الستبوك ما رح اطرق لهم لان هذا مجرد يعني اشياء عاما انتم عارفينها اكيد بس الملاحظة المهمة اللي ابي اقولها بخصوص اول شي function لما تتحل اسئلة function لا تناقض نفسك هذا اهم شي انا عندي باسئلة function يعني لا تناقض نفسك شلون يعني اناقض نفسي ميس؟ يعني مثلا يعطيني جملة اكتب له مثلا i agree وبعدين احط شي سلبي عن الشي اللي هو ذاكرة يعني مثلا money is the best thing in life مثلا حطلي جملة مثل هذي المال هو اهم شي او افضل شي في الحياة فاقول i agree because money makes you a bad person شلون تتفق انت مع ان المال هو اهم شي بالحياة وبعدين تقول ان المال يخليك انسان سيء ما يصير طبعا فلا تناقض نفسك بالاجابة هل اقدر احط اجابتين او ثلاثة في function اذا حطيت اجابتين او ثلاثة لا تناقض نفسك فيهم يعني مثلا تقدر تقول i agree كذا وكذا وكذا وتحط اجابة ثانية يعني i agree because money is important and because it helps you to buy the things that you need مثلا فانا ما ناقضت نفسي بالحالة هذي قلت ان المال مهم وقلت ان باستخدام المال اقدر اشتري الاشياء اللي انا محتاجتها فاهم شي عندي انا بالfunction لا تناقض نفسك بالستبوك ايضا نفس الكلام بتحط اكثر من جملة كاجابة مو مشكلة لكن ايضا شنو ايضا لا تناقض نفسك بالستبوك وشغلة ايضا مهمة اهني قاعد يقول لك answer only 4 وحاطلك مثل ما انتو شايفين خمس اسئلة ويابيك تختار اربعة فمعلومة مهمة ابيكم تحلون كل الاسئلة بدون اي استثناء حتى لو ما عرفتوا واحد منهم حاولوا تحلونها ليش لان اللي بيصير ان المصحح هو اللي بيختار الدرجات اللي انت يبت فيها او الاسئلة اللي انت يبت فيها اعلى درجة يعني مثلا اهني عندكم هنزوم شذي عشان اوضح لكم اللي اقصده مثلا انت حليت السؤال هذا 23 بس ما حليته عدل يبت فيه 8 من 10 مثل ما انتو شايفين كل سؤال علي 10 درجات يبت فيه 8 السؤال هذا انت حليته يبت فيه 10 كاملة السؤال هذا ايضا انت حليته يبت فيه 10 كاملة وهذا حليته يبت فيه مثلا 7 مثلا من 10 فيبقى عندك السؤال هذا انت ما حليته فحرام يمكن انت لو حال هذا كان يبت فيه 9 فالمصحح شنو يختار بالحالة هذي المصحح راح يختار عشرة مع عشرة وتسعة وثمانية لانها ذولة اعلى الدرجات وبيطنش هذي لانها الاقل الكلام هذا حق منه الكلام هذا حق الستبك هني فلا تحل بس اربعة وفي ناس على طول يطلعون مبتشر وكذا فيحل اي اربعة ويمشي او يحل الاربعة اللي يحس ان اهو متأكد منهم بس انت ما تدري يعني ممكن انت تكون متأكد لكن بالنهاية تيب ثمانية او تيب سبعة اش درك فحلهم كلهم عشان تكون انت بالسيف سايد هذي شغلة مهمة الشغلة الثانية انتبه على صيغة السؤال في اسئلة ممكن ان انت تجاوبها بجملة واحدة وفي اسئلة لا لازم تحط اجابتين او ثلاثة لاحظوا مثلا السؤال هذا what other benefits can one get from joining family celebrations etc. إذا ملاحظين هني عندي benefits يعني لو تحط لي one benefit لو تحط لي benefits يعني فائدة فوائد لو تحط لي فائدة واحدة نص الدرجة طارت يعني ما راح تاخد تسعة هني راح تاخد خمسة من عشرة فحرام دم حاط لك هني benefits انتبه النيابي منك اكثر من اجابة فانتو احتياطا حطوا اجابتين او نقطتين حكي الاجابة سيتبوك وطبعا ما نكتب شذي one و two لا حاولوا اكتب الجملة الاولى حط نقطة وكمل عليها كأنها تعبير يعني لا تحطوا النقاط يعني احسن لكم احتياطا علشان ما تنقصون على موضوع الارقام هذا وايضا ننتبه على الجمل اللي تكون او الاسئلة اللي تكون من شقين مثلا شوفوا هني if you are asked to suggest a place for friends get together where would you suggest and why انتبهوا في ناس ممكن تقول let's go to the cinema مثلا وينسون الwhy هذي فتاخذ ايضا نص الدرجة فانتبهوا على الاسئلة اشتركوا في القناة